اهلا بكم في قلعة هاي كلير انا كارنافون وهذا فريا وهذه ستيلا تفضلوا بالدخول وسأريكم بعض الغرف التي تعرفونها ربما من مسلسل داونتاون اي بي تفضلا انه مكان رائع للعيش انه امتياز لكنه في نفس الوقت مسؤولية لا احد سيبني اليوم مثله فهو يضم ما بين 250 و300 غرفة وقد بني لزمان اخر يقع القصر في مقاطعة هامشاير انجليزية على بعد مائة كيلو متر من غرب لندن وقد صور فيه مسلسل الازياء الدرامي داونتاون اي بي وهذا ما يمكن اكتشافه بمجرد دخول القصر لكنه في الحياة الواقعية مقر نبيل كارنافون الصالون قلب القصر سواء عند استخدامه في الواقع كقصر هاي كلير او في مسلسل داونتاون اي بي الخيالي نستخدم الحيزة بنفس الطريقة بالكاد ثم تفرق هنا بين الفيلم والواقع ما عدا ازالت بعض الخطاع اثاث غرفة الطعام السابقة من العصور الوسطى المكتبة احدى اهم الغرف الرئيسية لنا ولمسلسل داونتاون اي بي اعتقد انها المفضلة لكثيرين هنا ايضا لم يتغير شيء في المسلسل تقريبا ستة الاف وخمسمائة كتاب ليست خلفية فقط بل هي ايضا كنوز تاريخية حقيقية من الطريف ان يحب الجميع الاركة الحمراء لان ميغي سميث كانت تجلس عليها وقد كان هناك بعض الحوادث ايضا ففي اول يوم تصوير للمسلسل التلفزيوني وقع حامل مصباح على قطعة زينة كنا قد تركناها في مكانها لكنه حادث غير مقصود طبعا غرفة الرسم هي واحدة من افخر غرف مسلسل داونتاون ابيك حيث تلتق العائلة او الضيوف وهي بورق جدرانها ولوحاتها الحريرية جذابة بشكل خاص في الواقع ايضا وتعتبر المكان الابرز لكثيرين ممن يستكشفون القصر في جولة مع مرشدين انها غرفة جميلة حقا وتؤدي مباشرة الى غرفة التدخين حيث يتم تناول المشروبات الكحولية هنا ايضا يستخدم مخرج الافلام المكان لنفس الغرض واعتقد ان هذا المسلسل يمنح احساسا بالاصالة ايضا لانه حقيقي هنا تقع غرفة الطعام الغرفة التي كان يتناول فيها الملوك ورجال الدولة طعامهم في الحياة الواقعية تحت رقابة الملك تشارلز الاول الشديدة استخدمت غرفة طعام عائلية في المسلسل ودون تغيير تقريبا في المسلسل استخدمت مائدة طعامنا الخاصة كانوا يجلسون هنا لساعات وهم يصورون احيانا من السابع صباحا ويستمرون 11 ساعة لتصوير مشهدين لا يتجاوز عرضه على التلفزيون 4 دقائق ونصف مشاهد غرف نوم العائلة النبيلة الخيالية صورت في قصر هايكلير ايضا تبدو حجرة السيدة جرانت ثيم وهي الشخصية الرئيسية في المسلسل اكثر رتابة على الشاشة مما تبدو عليه في الواقع حيث يمنح لون الجدار الازرق الفاتح جوا دافئا والباب الذي تدخل منه الخادمة الى الغرفة يؤدي في الواقع الى مكان اخر انها في الواقع خزانة لكنهم ارادوها في المسلسل بابا يمكن لشخصية اوبراين خادمة السيدة جريثم الدخول والخروج منه فكان عليها الاختباء الى حين مناداتها في الخزانة المليئة عادة بالملابس والصور القديمة لم يقتصر تصوير العمل على داخل قصر هايكلير بل كان لحديقة القصر الواسعة دور مهم في هذا المسلسل ايضا حتى المقهد الذي تحب السيدة ماري الجلوس عليها موجود في نفس المكان شكرا على مرافقتكم لي في هذه الجولة الافتراضية عبر القصر واملوا ان تتمكنوا من زيارته في الحياة الواقعية قريبا قليلا فقط قليلاha ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة